المسؤول يفاجئ المصريين عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن عايزين نفهم مع بعضنا سوى سبب ارتفاع أسعار الدواجن الفترة اللي فاتت الاستاذ عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن قال ان عدم وجود سعر سابت للدواجن في الاسواق هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارها ده غير وجود أمراض وباقية أصابت الدواجن وسببت زيادة في نسبة الدواجن النافقة لكن الاستاذ عبدالعزيز متطمن وقال ان في القريب العاجل هيتم بانتاج لقاح خاص للوباء ده وده هيساعد في ضبط سعر الدواجن تاني وانا عايز اقول لكم اننا لازم نتحلى بالصبر في الفترة دي لان الامور هتتحسن كده كده بإذن اللي عايز اقول لكم من الاسعار دي في ظل الضغط على الدواجن واللحوم في رمضان يعني ده مش سعرها العادل لما نيجي نتكلم ان سعر كيلو الفراخ بمية جنيه المية وعشرة جنيه ده مش سعرها العادل احنا بنتكلم يعني في مثل بيقول لك مثل اقتصادي بيقول لك كلما زاد الطلب قل المعروض وزاد سعره فاحنا بنتكلم ان فيه زيادة على الطلب وزيادة على الشراء على الدواجن وعلى اللحوم فدي مش سعرها الحقيقي والسعر بعد رمضان ان شاء الله هينزل الكتير مننا مهتم يعرف تأثير الافراج الجمركي عن الاعلاف في الجمارك على اسعار الدواجن وده موضوع مهم فعلا لنا كلنا الافراج عن الاعلاف هي خطوة مهمة في طريق استقرار اسعار الدواجن لكنها مش الحل الوحيد طب ليه؟ كمية الاعلاف اللي تم الافراج عنها مش كفاية لسد احتياجات السوق بالكامل فده هيخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وبالتالي هيخفف من الضغط على الاسعار ومش كل المربيين بيستخدموا نفس نوع الاعلاف فده معناه ان بعضهم مش هيستفيد من الافراج عن الشحنات الموجودة في الجمارك في عوامل تانية بتأثر على اسعار الدواجن زي تكلفة الانتاج والنقل والبيع فلو اتحلت مشكلة الاعلاف بس مش معنى كده ان الاسعار هتنزل تلقائيا طب هتنزل اسعار الدواجن ده سؤال صعب الاجابة عليه من ناحية الافراج عن الاعلاف هي خطوة ايجابية هتخفف من الضغط على اسعار ومن ناحية تانية في عوامل تانية بتلعب دور في تحديد الاسعار اللي اكيد ان احنا شايفين ان الحكومة يعني بتفرج عن الاعلاف ويعني بتعمل اللي تقدر عليه عشان تحل مشكلة ارتفاع اسعار الدواجن وده بيشمل الافراج عن الاعلاف ودعم المربيين والافراج عن الاعلاف هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكنها مش الحل الوحيد اكيد وتستغرق شوية وقت عشان الاسعار تنزل بشكل ما الحظ زي ما قلت لحضراتكم يعني النظرة الاقتصادية بتقول ان بعد رمضان باذن الله الدنيا دي كلها تتحل بامر الله اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة